أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة تجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إثراج رأي 124 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 114 حالة مؤكدة منها 74 حالة مستوردة و39 حالة محلية كما فدت الوزارة في بلاغ لها أن الحالات تتوزع على ولاية تونس ب34 حالة وأريانا ب20 حالة وبنعروس ب12 حالة ومدنين بتسع حالات وتطوين بتسع حالات وسوسة بست حالات والمونستير بسبع حالات وأسفاقس بخمس حالات والمهدية بثلاث حالات والقيروان بحالتين وبنزرد بثلاث حالات ونابل حالة واحدة وقفص حالة واحدة وجابس حالة واحدة وقبل حالة واحدة ومنوب حالة واحدة وزغوان حالة واحدة وأضفت أن حالة واحدة قد شفيت وتم إيواء 11 حالة بالمستشفى فيما بلغ عدد الوفاية ثلاث حالات وأوضحت أن الوزارة وفي إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد الآن إخطاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتية و5438 شخصا منهم أتموا فترة المراقبة الصحية فيما لا يزال 10514 أخرين تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية شكرا